بسم الله الرحمن الرحيم لو أنت مفكر تشتري آيباد الفترة هذه فأنا ما أنصحك لأنه أبل قبل نهاية 2020 أتوقع أنها راح تحدث معظم موديلات الآيبادات اللي موجودة حاليا فقبل ندخل في التفاصيل إلا أنكم تعطوا اللايك لهذا الفيديو وتشتركون بالقناة اللي متابع قناتي واللي مشترك بالقناة لما جي تكلمت عن موعد صدور الآيفون 12 ذكرت أنه جون بروسول مساري بالأخبار الشهير ذكر أنه أبل في تاريخ 7 سبتمبر يعني خلال ثمان أيام راح تعلن عن ساعة أبل الجيل السادس وراح تعلن عن آيباد لكن ما حدد موديلة خلال الأسبوع اللي راح في أخبار أكيدة أنه أبل سجلت سبع موديلات مختلفة للآيباد في الاتحاد الأوربي أو في اللي هو التشريعات الأوروبية المنظمات التشريعات الأوروبية طبعا السبع موديلات مختلفة للآيباد هذه ما تعطيك عن انطباع كبير لأنه مثلا الآيباد برو اللي تيجي بشريحة موديل واللي تيجي مع الواي فاي فقط موديل وفي شهر ثلاثة ميلادي أحد مسربي الأخبار الشهيرين أيضا ذكروا أنه الآيباد إير راح يجي بتغيير في التصميم بشكل كامل ذكروا أنه راح يجي مع شاشة من LED طبعا هذا مستحيل لأنه ما توفرت على الآيباد برو حتى الآن راح يجي بشاشة كاملة وما راح يكون فيه بصمة الوجه فراح يجي الآيباد إير اللي راح تعانينا عنا أبل خلال الثمانة أيام القادمة بنفس تصميم الآيباد برو 11 إيش شاشة 11 إيش راح يدعم قلم أبل الجديد حتى أنه تسربت خلال أيام اللي راح تكتيب التعليمات اللي يجي مع الجهاز فواضح أنه نفس تصميم الآيباد برو راح يجي بكاميرا واحدة من الخلف راح يدعم اليو اس بي سي لكن احتمال أنه يدعم فقط بصمة الأصبع واحتمال أنه بصمة الأصبع تكون تحت الشاشة أو من عند زر التشغيل طبعا لو أضافتها أبل عند زر التشغيل أنا ما أتوقع أتوقع أنه أبل راح تختبر البصمة اللي تحت الشاشة وأيضا راح يدعم الماجيك كيبورد فكل مميزات الآيباد برو من ناحية دعم الأبل بنسل الجيل الثاني والماجيك كيبورد اللي تجي كيبورد وماوس راح تكون موجودة طب وش فرقة عن الآيباد برو أو وش ينقص عن الآيباد برو أتوقع أنه الشاشة ما راح تدعم برو موشن أو 120 هيرتز أيضا ما هي مهمة هذه بالنسبة لي السماعات راح يكون سماعتين عوضا عن أربع سماعات وبرضو هذه ما هي مهمة بالنسبة لي أنا وأخيرا المعالج أتوقع أنه راح يجي معالج A13 اللي هو موجود على الآيفون 11 حاليا فهذه الثلاث أشياء اللي أنت راح تفقدها مع الآيباد إير طبعا الكاميرات اللي من الخلف راح يجي بكاميرا واحدة والآيباد برو يجي بأكثر من كاميرا طيب بالنسبة للآيباد إير الحالي اللي يجي مع بصمة الأصبع هل راح يمتهي؟ أتوقع أنه الآيباد الرخيص راح يحمل نفس تصميم الآيباد إير طبعا طبعا راح حدثونا أتوقع بحيث أنه يكون مع معالج A12 اللي هو نفس المعالج اللي شفناه مع الآيفون 10 اس فراح ياخذ تصميم الآيباد إير واللي سعره من 330 دولار يعني سعره بحدود الألف ومئة ريال فهذه هي باقي الموديلات اللي أعلنت عنها أبل أو سجلتها في التشريعات الأوروبية بيانا في حاجة واحدة هل أبل راح تحدث الآيباد برو سنة هذه؟ أتوقع أنه بحسب التسريبات فأنه أبل راح تحدث الآيباد برو وأتوقع أنها تعلم عن نسخة محددة الآيباد برو خلال مؤتمر الآيفون فهذا الجهاز راح يجي مع معالج أفضل راح يجي مع شاشة ميني LED وأتوقع أنه أبل راح تتكلم عنها في المؤتمر بشكل أكثر بالإضافة إلى أنه راح يضيفون دعم الفايف جي فما أتوقع أنه أبل راح تحدث نهاية السنة لكن بحسب التسريبات أنه التحديث قادم قبل نهاية 2020 للآيباد برو اللي نزلتها أبل في شهر ثلاثة ميلادين بالنسبة للآيباد ميني طبعا راح يتغير شكله راح يشيلون الحواف اللي حوالي من الشاشة فرح يزيد حجم الشاشة إلى ثمانية ونصف إنش بنفس الأبعاد اللي موجودة حاليا لكن ما راح يشوف السنة هذه راح يشوفها إن شاء الله في سنة 2021 حاجة آخيرة بس أحب أوضحها عن الآيباد برو بعض الناس يضايقون لأنه توقع أشتر الجهاز وبعدين تحدث أنا شخصيا ما أتوقع لكن بحسب التسريبات زي ما ذكرت أن أبل الاحتمال كبير أنها تحدثها قبل نهاية 2020 لأن هذا السؤال دائما يتكرر بعد أي شرح لي عن الآيباد هذا اللي حبيت وضحه اليوم مش أكثر آيباد أنتم متحمسي له بالنسبة لي أنا الآيباد إير أتوقع أنه مناسب لاستخدامي أنا ما أحتاج مميزات الآيباد برو ما أحتاج الشاشة 120 هيرتز ما أحتاج الأربع سماعات فما أحتاج المعالج الموجودة حاليا على الآيباد فالآيباد إير أتوقع أنه راح يكون خيار رخيص بنفس المميزات اللي أنا أحتاجها من الآيباد برو حاليا الآيباد مني أنا معجبني أتوقع أنه لما ينزل في 2021 أكيد أني راح أشتريه لكن الآيباد إير أشوفه مناسب لأنا شخصيا يلا تقولوا لي بعد كل الشروحات هذه وش أكثر آيبات تشوفونه مناسب لكم رأيكم يهمني يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادر